السلام و مرحبا بكم. إن شاء الله نسكوا لتكونوا بخير و لا بس. رجعتكم اليوم في فيديو جديد و في روتين جديد. أول حاجة ناخذ ثاني من وقت ووقتكم نصرفها الحبيب مصفى عليها. أفضلوا صلاة والسلام. اليوم كيفما تشوفوا روتين جديد. اليوم ممشيت للحانوت اللي بوع في المعون. حابت نشوف شنوة جايب جديد بما أنه تعرفوا توا رمضان على الأبواب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقدين يا رب العالمين. كيفما تشوفوا هذه مجموعة من الفوانيس يعني ديما يجيبها على حقيقة ديما الحانوت هذية ديما عامر ما شاء الله. ديما معبي يعني بالحاجات هذية. كل اللي نقوله نحن لا تريك للزكسسوار هذوما متعزين كل شي ديما معبي بصراحة. في برشة حاجات مزيانين. كما تشوفوا في شمعة في هكال الفوانيس هذيكا. بصراحة حاجة مزيانة على الخر و أصلا حتى في الفسومة. يعني مهوش غالي برشة. حابت نعمل دورة نشوف شنوة جايب شنوة ما جايب شنوة ما جايبش. عندما هذوما الفوانيس هذوما مزيانين على الخر حتى تنجم تحط في وسط و شمعة. اللي هنا مشيت اللوجة حصلوا على همي ساموها باتشاتاليك. اللي نحط فيها البابي. اللي نحط في الكوجينة حصلوا. بابي سيرفييت. انا ما عنديش كانت عندي واحدة بلاستيك لحقيقة وحطيتها الفوق حطيتها في التراس. اه ما عشها بنستعملها اصلا. قلت عليش لا نشوفها على واحدة مثال حصل وخطيت واحدة لمحالة مانيش بش نوريها لكم يعني من ضمن المشتريات. اما اه تخليها طويلة 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 ط يتحطون في مغارف خاصة مغارف اللوح بصراحة بيهنا على الاخر براتيك على الاخر لان بطبيعتي كل شيء في القجار بصراحة كما تلاحظوا كل مرة هكا حاجة جديدة يجيبوها هادوما ديكوراسيون هادوما زادة كيف كيف حصلوا فما برشة انواع فما برشة حاجات مزينين هادوما زادة ديكور بصراحة مزينة على الاخر هادوما تنجمو تحطو فيهم بشماعة مثلا هادوما تجي في الوسط كل واحد شنوية يحب بالضبط هادية الهناك ما تلاحظوا سومها مهوش يعني يقلغالي برشة بما اني هي كات بيس يعني اربع بيسات نقولو نحنا ميجي غالية بصراحة سومها مرفق فما برشة حاجات زادة سومها مرفق يعني الواحد كيلوج على حاجة يلقاها هادية البرتي هادية متاع البلاستيك ومتاع الحاجات متاع التابروير حصلوا بارتي متاع الكيسين متاع البلاتويت متاع الفور حصلوا متاع بلاتويت تقديم كيفما تلاحظوا حاجات مزينة على الاخر غير عندك فلوس وكهو يعني يبدأ عندك فلوس بالشري ونعرفوا نحنا نحن نحبوا الحاجات هذو ما نحبوا ديما التجديد نحبوا ديما التغيير مثلا خاصة في رمضان ولما حالا رمضان راهوا جايك وكيما نقولوا نحنا جاي متاع رمضان هو أصلا للصبر يعني للصبر ويحد بشي تعود يصبر يحس باك الحساس متاع اللي ما عندوش لكن نحن سبحان الله عادم العويد ماهيش فاضرة هي أما عادم العويد سبحان الله استنسنو في تونس خاصة إننا نبدلوا المعون كله رمضان نبدلوا المعون نشروا معون الجيد خاص برمضان وهو رمضان راه ماهوش كيك نحن رمضان فاهمين وبالغلط قصة مان بله فاهمين وبالغلط رمضان ماهوش متاع اقتصاد وماهوش متاع تبذير خاصة التبذير ماهوش متاع تبذير عليش خاطر بش نتفكروا شجار بش نتفكروا اللي ما عندوش بش نتفكروا فاقد السند بش نتفكروا اللي محتاج ماهوش بش نبذروا ونوروا رواحنا وكل عام نشروا من عرشنا كل عام نشري أنا سيربيس متاع فخار وقصة مان بالله كي ما شفتوني ديما هني قدش عندي معاكم حالتها القناة تقريب 4 سنين لاني عندي في تركيا 6 سنين 6 سنين عندي نفس الحاجات معداء وقت اللي حولت الداري هذي كنت في اسطنبول وحولت الداري هذي شريط سيربيسي يعني نص سيربيس متاع بلار اصحافي بلار وحصلوا بلاتويت متاع بلار يعني كامل يعني 6 سحافي متاع 6 من ناس يعني يعني اصحافي التبق متاع الحلوط تبق متاع الماكلة يعني تبق الرئيسي تبق الغارج هذي كنقولو نحنا متاع حاجة بالسوس مرقة ولا حاجة والصحفة الكبيرة يعني اللي هي صلاة ديار كبيرة هذو من الحاجات اللي شريطهم يعني ما شريطش حاجات مثلا والله يصدقوني حتى للتناجر هذوكم البيض اللي عندي القرانيت قصمم بالله من اول ما عرسته ما عندي من اول ما عرست شريطهم وهو ما عندي مازالوا عندي لحد الان نستعمل فيهم جوزت الصغيرة بركة ضربتلي من الماكينة متاع المعون طيشتها بصراحة شريط واحدة هكيكو برا نقولو نحنا سواقي ان نقضي بها شوري وكهو هذو ما زادة كيف ما تشوفوا بلاتويت هذو ما ينجم ويكونوا متاع متاع فور هذو ما زادة متاع كيك مول متاع كيك انا ما عنديش منها الحقيقة هذية نخمم اني نشريها ولكن كنخمم ونشوف اللي عندي يعني المودالات اللي عندي نقولها سبحان الله نقولها tips هيا ليش نكثر على روحي يخيشنية هي الفيديا الفيديا في تغيير الشكل هو متاع الكيك موش الفيديا في تغيير الشكل لا رعاو الفيديا في البنة ووحدي سيس المقونات مثلا نقول إن احنا ميبذرش واذا تلاحظوا هذية هذيه طبق خاص بالبيتزا هذيه طيبو فيه البيتزا راحو هذية اللي تشوفوها منقب هذيه متاع بيتزا راحو ماوش متاع سينية بتاع تقديم ولا حاجة صدقوني هذية عندي منها المول هذيك الحامرة والله عندي منها وقصة من بالله لحد الآن استعملتها ولا طيب تفاحتها شي إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله في الأيام الجاي بطبيعة هوا جاي رمضان على الأبواب اللهم بلغنا رمضان لا فيقدين ولا مفقودين إن شاء الله بقدرة ربي بشي نشارك معكم فيها تحلية إن شاء الله كانحيانا ربي كما تلاحظوا البرتي هذية الكول هكذا ما تلاحظوا متاع حلو اكل بلاتويت متعلى الكيك مثلا متعلى الكونافة هذو ما كنتما تلاحظوا هذو ما نوعية قديمة انا نذكرهم امي قبل يا حصرة في التسعينات عندها منهم اللي اتناجر هذوكم موجودين لحد الان هذوكم يستعملون مثلا لتراكل هنا خاصة بعيد الشركة تبدأ عندهم موت ولا عندهم عرس مثلا هما عندهم الحلوة نقولوا نحن يطيبوا الحلوة الحلوة اللي هي عبارة على فارينة وزبدة وإلا سميد وزبدة هذيك الحلوة عندهم هما ذيك يفرقوها في العروسات وفي المناسبات الدينية ككل وإلا في مناسباتهم الخاصة يطيبوا ويفرقوها في التناجر هذيك الكبيرة اللي هنا بصراحة عجبوني أنا هذو ما كما السابت هما كل كوربين نقولوا نحن هذو ما عجبني بصراحة عجبوني لطبق هذوكم يعني السيربيس هذي عجبني على الأخر بصراحة حطيته في مخي بصراحة عجبني على الأخر نحب نشري منه ولحد الآن ما مليتش فرصة كل الحاجة ووقتها يعني كل الحاجة في وقتها حلوة كما نقولوا وله هنا بعد ما روحت عمل الدورة كيف ما قلتكم وروحت بش نعمل لنحذر بطبيعة مازلنا مكملين في تحذيرات رمضان بش نحذر الفلفل المحشي نفخته كما بالليل وخليته يتنفخ فيما سخون وخليته في عقل العقل وليس بحالي النهار غسلته بالبيه وغسلته بالحشو بش نحط برغل وبصل كيف ما تلاحظوا الفحات بش نحط ملح فلفل أكحل فلفل أحمر مهاروش نعناع الشيح هذيكي لازم منه مغرفتين كبار بشي فوحنا وبطبيعتنا اطماطم المعجونة وكيف ما شفتوا حطيت الزيت تحبوا تحطوا زيت زيتونة تحبوا ناباتي مفهم مش حتى فرق انا بالنسبة لي كيف ما قلت لكم راهوا الفلفل هذيكي نشيحوا من العام للعام كما شفتوا شاركت معاكم طريقة تشيح متاعوا ساهل ما فيه شي لسونسية ليكون عندك النوعية متاع الفلفل هذيكي فلفل أحلور ومش حار هذي نشيحوا من الصيف للصيف وكيف ما تلاحظوا في الوقاية هذيكي يعني يجي وقايته في رمضان ان نحشو الفلفل هذيكي نعبوه كما تشوفوا بالبرغل وإلا تحب تحطوا فيه الحمى فروم زيت دراويجي اما هو الاكثرية بصراحة يجبني هكا سادة من غير الحم مفروم لحتى شي واصلا الواحد سبحان الله يتصرف بلي موجود في الدار كيف ما شفتوا بش نخلطك الخليط هذيكي الكلو ومبعد نزيد عليه الماء نخليه نصب عليه كونتيتي متاع ما ونخليه يشربك الماء متاعه هذيكي خاطر البرغل اغسلته وصبيته دريكت في الريسبيون هذيك بش نخلطه بش نصب عليه كونتيتي متاع ما تقريبا ما يغمك الكونتيتي هذيكي متاع البرغل كيف ما نشوفو الهناك ما تلاحظه قربت الهناك بش نصب الماء ما تلاحظه ونخلط بشوي بشوي عليش بش تتحلك التماطم في نفس الوقت البرغل متاعنا يتنفخ ويولي طريق خاطر الفلفل نايي مهوش طايب وبالتباعة هذي بش نزيد نحطوه هناي مهوش كيمال روز اللي نحطوه في الورق العنبي يبدأ الطايب يشطر تياب هذي ديركت بش نحطوه هناي بش يتيب كل شي مع بعضو يعني يتيب الفلفل ويتيب الحشو مع بعضها ممزوز تنجموه هو بيدو الحشو هذي تنجموه تعملوه في الفلفل نقولو نحنا الطازة يقولو هما اللي هنا في تركيا يعني الفرشك الخضر نجمو الفلفل متاع المحشي هذيك اللي يبدأ مكابر نقولو نحنا وما شكون في الدول العربية يسموه فلفل رومي كيف ما تلاحظو زيت كونتيتين بتاع الماء وبش نخلي اكل البرغة هذيك اللي نشرب الماء كامل ويولي طري ومبعد نرجع له بالطبيعة بش نعبو الفلفل بتاعنا بش نحشي الفلفل هذيك وتشوفوه كونتيتين عملت كونتيتين يعني ما شاء الله هتكفيني يعني مرتين وثلاثة نطيب منها مرتين وثلاثة والحمد لله يعني كل حاجة قلل ودلل كيف ما نقولو مش الفايدة في الكثرة الفلفل المعلق ما شاء الله معلق في البالكونة أمي جوست حبيت نخفف على روحي يعني ونسهل على روحي كما شفتوا هذي الفلفل كما قلتوكم نفختهم البارح وهذا يلبرغة المتاعي كما تشوفو اشرب بكل ما هذيك ونبدأ توقع نعبي فلفلفل هذيك ونحط بحذية في الطباق هذيك وبعد ما نكمل بطبيعة نعبيه في الصشيات لهنا كما تلاحظو كنلبس القون تعرفوا شوية بروتوكولات وواحد وكذا كما يقول عندي اخوية يقول بروتوكولات وكذا وواحد لما حالة هنا كما تلاحظو نحبذ اني ديما نلب سبحان الله مش حتى على روحي حتى على المتفرج سبحان الله المتفرج هي لما حالة ما خير من حاجة اللي دين تبدأ بنينها بصراحة الحاجة تمسها يديك سبحان الله كل واحد ودايته اما انها نحبذ هكا كما نصور فيديو نحبذ اني نلبس قون خير من من نعم البداية دي راكت كيف ما تلاحظو نعبي اكل كونتيتين بتاع الفلفل هذيك الكلها ونبعد مش نعبيها في الصشيات كيف ما قلتوكم ونحطها في الكنجيلاتور باش نستحفظ بها وقت اللي نستحقها نجبتها كما تلاحظو كما تلاحظو طريقة سهلة بنسبة للحشو وبالطبيعة بنسبة للطريقة متاعه من غير ما نصمتها فما يكون مثلا كده بدأ مزلوبة تحط الفلفل هذكا تصمتها في شوية ما بشي للفلفل هذكا يوالي طريقة ما نحبذ اني نفخه في الماء خير من نصمتها باش ما يفقدش البنة متاعه وفي نفس الوقت يتغسل هذي الكنتيتين بتاع الفلفل اللي عبيتها بالحشو كيف ما تشوفو ونجيب له نائب واحدة اخرى وباش نعبي في الصشيات يعني باش نحط كل الصشيات نحط فيها كونتيتين يعني متع تط نقصر نعمل برشا 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 اه بطبيعة خطر الكنجيلاب فيه برشا حاجات اخرين يعني كما البوردين كما القارس يعني كل حاجة منها شوي شوي ما نكثره كل حاجة منها شوي 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 وعلى الاقل نخلق بلاسة لحاجة اخرى كما نقوله اه بالنسبة لهنى كما تعرفوا في تركيا خاصة الخضر الورقية بالنسبة للخضر الورقي كما الكرافس مثلا متتوجدش على طول العام يعني كما تونس الكرافس كما توجد طوى يعني عدي يوالي دا يعني الوقت متاعها قريب يوفى اه لازمني نش نعود عام كامل كيف ما نقوله خطر مش دي ما تتواجد الكرافس العروش لازمني يعني ننقصها من طوى مازلت الحقيقة مشرتهاش لازمني نمشي للسوق الطبيعا نمشي للسوق الأسبوعية نشري منها ونقصها ونحطها في الكونجيلاتور هي والبراسيا بالنسبة للسلج مش ما ثماش اما الاكثرية يتوجد السبناخ خاصة نتوي يعني مزلنا يعني عقابي شتاة نقوله نحنا مزلت الدنيا باردة يتوجد السبناخ الاكثرية يعني كل حاجة منها شوية كيف ما تلاحظوا هذوما بش نعبي منهم ثلاثة ساشيات وبش نحطهم كيف ما قلتلكم ما يطيب لي ثلاثة مرات ما شاء الله هذو هذوما الفلفل كيف ما تلاحظوا يعني الساشي чист طيب لي مرة اه متعانة نقوله نحنا ما اعطي افقه هي شنية شنية يا روي الفلفل بهذاية رايوا يعودونا البراك ويعاوظونا الورج الانب ÖRANB المحشي كيف ما تلاحظو يعملوا اورق لانب المحشي يعملوا هذيه مثلا كي يبدأ كيف يابدا في ماشه ورج نب يعملوا هذيه مثلا ما يش هذيه يعملوا بورك ومثلا مثلاٌ مثلاً ينوعوا مثلاً مرة يعملوا في الفور مرة يعملوا في المجلة يعني مجلي كل مرة وكيفاش هذا هي بالنسبة للفلفل وإن شاء الله بتط هذه القشور من الفلفل كما تلاحظوا هي مبقيت كالجشرة بركة يعني بقى فيها شوية نحن رحم خليتها شيح تفضل في عقل العقلها بالطبيعة في البالكونة ما شاحتهش البره بش متعبلش بالغبرة نجيب توربو متاعي وبش نرحي هك الفلفل هذيك يعني الفلفل هذيه بش نرحيه نفوح به الماكلة ما نش بش نطيشه يعني يا سبحان الله نعمة ربي ما نحب نطيش حتى شي كيف ما تلاحظوا عبيته في الربو ويجب نرحيه نطيشه ليني تهروا شكل فلفل هذيك هذي عبارة فلفل مهروش وإلا دشيشة كما نسموها نحنا وقت لين عمله فلفل زينة مثلا نرحوا فلفل زينة تبقى لنا كده شيش هذيك كتروف تبقى لنا ما نطيش حويش هذيك نفوحوا بها هذي مثلا نفوح به العصبان نفوح به مثلا العصبان نقولوا نحنا دورت العلوش فوح به العصبان متاع الكلمار العصبان متاع القرنيط اي حاجة نفوح به شربة المفورة روز مفورة اي حاجة تفوحوا بها صدقوني ويفوح بنين على الاخر ومحرحر يعطي توازويزة بنين على الاخر لازمني نرحي بالبيه كما تلاحظوا نرحي مليح فاك الربو هذيك ليني يتهروش لي بالبيه ما بقاش يعني الطروف كبيرة ومبعد بطبيعة بش نزيد له شوية زيتونة يعني بش نبسه بشوية زيتونة بش اللون متاعه يبدأ مزيين وفي نفس الوقت ما يبقاش طايرك الغبرة متاعه وفي نفس الوقت حتى اللي نقوله نحنا المطعم متاعه يتبدل يولي بنين واللون متاع يولي بنين ليني بش نزيد نعمله ضربة اخرى 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 خفيفة بش يترحابل به ومبعد بطبيعة بش نخلطه بزيت زيتونة ونعبه في حكة وشوفوه الشكل انه متاعه وصدقوني يراه وبنين على الاخر وكذ ما قلتوكم خاصة الناس اللي تعمل الهريسة كيما طريقتي القسرة هذي كمتاعي شوية شوفوه كيفاش هذي فوحنا الماكلة صدقوني هذي مغير فا صغيرة بركة تعمل ما تعمل محرحر ما شاء الله ليني بش نرس شوية زيتونة كيف ما شوفوه يعني بش نبسه بك زيتونة بش نعمله بش نعمله ضربة صغيرة بروبو كما تلاحظو بش يتخلط معك زيتونة هذك وبعد نعبيه في حكة بلار ونخليه على جنب وقتي نستحقه بش ننفوح نطيب الماكلة بش نفوح خاصة في العصبان وإلا حاجة مفورة نقوله نحنا كيما روز جيربي ولا شربة مفورة كيما روز جيربي ولا محمصة ولا غيره ونفوح بيه راهو يبنن على الاخر ليني كيف ما تلاحظو دورتم ليح في الفروبو بعد ما صبيت له زيتونة وليني هذي الشكل متاع الفلفل المهروش متاعنا كيف ما تلاحظو هذي اكل القشرة اللي بقتلي من الهريسة مطيشتهاش ونستغلها ونفوح بها ما شاء الله ويجيبنين على الاخر هذي اللي هنا يتوبشنا بها في حكة بلار كيف ما تلاحظو صدقوني حتى رجلي قال لي الهريسة ما عاش تجيب من تونس بطبيعتي مما ما جبتش برشة الحقيقة كيف ما تلاحظو شوفوا كل اللون اللي فيهم زيان قال لي ما عاش تجيب الهريسة من تونس سنعد نشريلك يعني كونتي تي ما تكفيك يعني متعام كاملة العلت عام كامل الهريسة واخمل فلفل مهاروش فرض مرة يعني منه هريسة منه فلفل مهاروش خطر يعرفني ما نطايش شانح الحاجية مثلا كيف نعمل بجيم تا عبورتغين ولا حاجة كل اللوب اللي يبقى هذاك كل اللوب اللي يبقى هذاك يعرفني ما نطايشه هذائك كيف ما تلاحظو هذي الفيديو متاع اليوم هذي كروتيني اليوم يربي الفيديو عجبكم ونشرة استفدتوا منه اه ما تنسوش مشاجعوني بلايك وخومونتير ما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع صحابكم وحبيبكم مشتعموا الفايدة نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي امان الله